ثورة السادس والعشرين من سبتمبر نقطة تحول هامة في حياة المرأة اليمنية وبزوغ فجر مشرق للانطلاق نحو الكرامة والعلم والمعرفة فقد نالت المرأة اليمنية قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر النصيب الأكبر من المعاناة وشقاء سطوة الحكم الإمامي الرجعي مارس عليها كل أنواع الظلم والحرمان وسلب منها حقوقها الطبيعية التي منحها إياها الإسلام وأبقى المرأتها مشية وجودا ودورا سياسة بغيظة خلفت الاستبداد والجهل والتخلف والمرض فاليمن مهد الحضارات بلد بلقيس وأروى جاءت الإمامة لتمنع الاتصال بماضي مجيد عاشته المرأة اليمنية فمع بزوغ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر تغيرت حياة المرأة وفتحت الأبواب الموصدة نحو حقوقها المنزوعة ومنحت أعظم حق من حقوقها وهو التعليم وسجلت حضورا بارزا في شتى المجالات حضور لم يكن متاحا أو مستصاغا وأصبحت شريكا أساسيا في البناء والتنمية فسبتمبر ليست مجرد ذكرى عابرة في حياة المرأة بل مهد الكرامة والعزة والمعرفة غير أن الإمامة بدأت تطل برأسها مجددا إلى الواجهة السياسية متدثرة بثوب الجمهورية كذبا وزورا في مشهد تتصدره الرجعية والوحشية في اضطهاد المرأة اليمنية وسلبها حقوقها وممارسة مختلف أشكال التجهيل والقمع والتهميش مشهد يجعل من ثورة السادس والعشرين من سبتمبر مستمرة وصامدة ثورة المرأة قبل الرجل من خلال تمسكها بأهداف الثورة ووعيها الذي يمثل الصخرة أمام أحلام الحكم الكهنوتي البائد في العودة باليمن إلى ما قبل عام 1962